السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سوف نتحدث عن الأفنية تدريجية معكم مراما عبدالنبي ونحن هنا في سلسلة الحلقات التي نتحدث عن How to create a quality improvement project في سلسلة الحلقات التي نتحدث عن ازاي ابدأ مشروع التحسين من البداية وحتى النهاية وكنا بدأنا من المرحلة الأولى وهي حرف الف وزي ما قلنا هي Find the problem ما هي Find the problem؟ قلنا ان احنا نجد المشكلة اللي عندها الأولوية الأقطة عشان ابدأ اشتغل عليها مشروع التحسين بتاعي كنا تكلمنا في Find the problem قلنا عندنا أربعة Tools المفروض ان احنا نمشي فيهم بالترتيب وخدنا في الفيديو اللي فات الطول الأولى وهي Print Storming ولما كنت تشوفت الفيديو اللي فات تدريج عليه في اللينك اللي هنحطه فوقه هنا وابدأ شوف الفيديو بتاع ويجع كمل معنا عشان تبقى ماشي في تسلسل طيب خلائنا ندخل ونشوف ايه هي Affinity Drive اول حاجة قلنا ان دي تبع حرف حرف الف في Focus BDSA وقلنا ان حرف الف معناه Find the Problem وكنا كمان اتكلمنا عن Find the Problem ان فيه اربعة Tools اقدر استخدمهم هنا في المرحلة دي واول Tools هي Print Storming Affinity diagram وبعدين Multi Voting ونسميها اتكلمنا عن في الفيديو اللي فات وفي الفيديو ده هنبدأ نتكلم عن Affinity diagram قبل ما بدأ اتكلم في الافنية تلاجرام عايزين نقول مثال كده بسيط يوضح لنا ايه هي الافنية تلاجرام وبعدين نبدأ نشرحها شوية دلوقتي لو انت او انت عندك في البيت مكتبة مكتبة كتب يعني عندي مكتبة او مكان بحطي بشيط كتب وبدأ اشتري كتب ورات ثاني ورات ثالث كتير جدا وانا عايز ارتب المكتبة بتاعتي دي فانا جيت في يوم مثلا اشتريت مكتبة اكبر عشان سعى الكتب كلها وعشان اخليها منظمة بشكل افضل جيت طلعت الكتب وبدأت اقسمها في المكتبة اللي عندي مثلا اضطيت هنا مجموعة كتب وهنا مجموعة كتب وهنا مجموعة كتب بدأت اقسمها تقسيم يعني بحاول احط الكتب الكتب ليزات خصائص واحدة أو ميزات واحدة أو من نفس العائلة أو الأسرة بابدأ أحطهم لوحدهم بعد ما قتلت الكتب كده أنا محتاج أحط ليبل أو عنوين عشان أقدر أخلي الموضوع أحسن أو منظم أكثر فباجي أبص على أول مجموعة كتب وأبدأ أشوف ألاقي مثلا أحط لهم اسم أو عنوان كتب دينية أبدأ أشوف في المجموعة الكتب التانية ألاقي مثلا كتب تخص الكواليتي أشوف الكتب التانية مثلا كتب تخص اليدرشيب كتب بعدين مثلا تخص الميديكال وهكذا إذا أنا وزعت الكتب أو أسمتها إلى مجموعة صغيرة تحمل نفس الخصائص أو نفس المميزات أو من نفس العائلة وبعدين بدأت أحط العنوين عشان أبدأ أميزها أو أحط لها طيب هو ده بالضبط موضوع الأفينية دراجرام خيلا نشوف مع بعض في السلايد عشان نفهم أكثر برضو إيه هو الأفينية دراجرام بالنسبة لمشروع أنا تلوقتي أما عملت البيانر ستورمينج مثلا في الفيديو اللي فاتت طلعت أفقار كتير جدا في وقت قليلة زي ما اتفقنا بدأت الأفقار دي مثلا عندي 20 أو 30 أو 40 فكرة أنا مش هينفع أدخل بيهم على طول وأبدأ أختار من 40 مرة واحدة وأولا سأختار إيه هي أكثر مشكلة ذات أهم فإذا لازم أعدي بأكثر من المرحلة عشان نسميها زي بنفلطر أو بنبدأ نقلل شوية الأفقار اللي عندي فأدخل على مرحلة مثلا الأفينتي ببدأ أوزحهم إلى زي ما قلنا مجموعات تحمل نفس الخصائص أو نفس الميزات بصرف النظر الأفقار دي اللي أنا بوزحها في المجموعات كل مجموعة لا يشترط أن يكون عندد الأفقار فيها متساوية يعني إيه يعني لو عندي ثلاث مجموعات زي اللي ظهرين قدامي على الشاشة هلاقي أن في مثلا مجموعة منهم بتحمل مثلا حوالي 6 أفقار المجموعة الثانية فيها أربع أفقار المجموعة الثالثة فيها خمس أفقار إذا لا يشترط تساوي عدد الأفقار في كل مجموعة طيب أنا خلاص وزعت الأفقار دي طبعا مشان الواحدي معي الفريق بتاعي اللي شغال على مشروع التحسين ممكن أكتب الأفقار في Stick Note أو في أوراق وأبدأ أوزحهم مثلا على Board أو على Table أو التابيزة اللي أنا قاعد بعمل عليها الميتنج ببدأ أوزحهم وأسهمهم خلاص اتفقنا من المجموعة دي بعض الأفقار أو بعض المشاكل هنا بعض المشاكل هنا بعض المشاكل طيب بعدين بعمل إيه زي ما قلنا عايزين نحط Title أو عنوان لكل مجموعة فببدأ أفقر أنا والفريق المعايا إحنا خلاص اتفقنا على توزيع الأفقار نفسها أو المشاكل كل مجموعة من المشاكل في مجموعة منفصلة بتحمل نفس الخصائص أو من نفس العائلة قد بدأ نفكر في المجموعة الأولى هنا يطلق العنوان اللي ممكن يرفلكت أو ينفع أحطه للمجموعة فمثلا وليكن منسميه admin هنا مثلا مشاكل الخاصة بالadmin يعني هنا ممكن المشاكل الخاصة بالصطف المشاكل الخاصة وليكن بالمرضى المشاكل الخاصة بالinfection وهكذا أبدأ أخطار عنوان يتناسب مع المشاكل اللي موجودة في المجموعة دي تعالوا نبص هنا مثلا زي ما شفنا على سلايد كده هذه عندنا ثلاث مجموعات حطينا فيهم الأفكار زي ما احنا شايفين الأفكار مش متساوية ما بين كل مجموعات تانية ببدأ أحط لهم title أو عنوان يرمز لكل مجموعة زي ما احنا شفنا مثلا leadership أو team أو orientation أو administration أي أن كان العنوان اللي احنا هنتفع عليه يبقى إذا نعرف أني affinity diagram دي غالما بستخدمها بعد brainstorming عشان أوزع الأفكار الكتير اللي تضعيتلي من brainstorming إلى sorting أو categorizing أو أننا نقسمهم إلى مجموعات صغيرة كل مجموعة بتشمل بعض الأفكار أو بعض المشاكل أو بعض الحلول اللي بتحمل نفس الخصائص أو نفسه يبقى هنا ده التعريف اللي قدامنا عشانه أننا to organize large volume of ideas to measure category فوضل بنزميهم categorizing أو sorting بكده احنا انتهينا من موضوع affinity diagram وبكده احنا انتهينا من طول affinity diagram وبكده نكون خدنا brainstorming وال affinity diagram الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن multi voting وبكده هيبقى فضل لنا كمان طول عشان أطلع أقول هي ده المشكلة اللي انا هبدأ أشتغل عليها في مشروع التحت أشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي ولو لسه مشتغلتوا في القناة اعملوا سبسكرايب تحت وفعلوا جرس عشان شوفوا الفيديوهات الجاية أول بأول وكمان تقدر تدخل على البليلس عشان تشوف قيمة اللي فيها كل الفيديوهات من أول ما بدأنا موضوع الكوارات المبروب من تابرشيكت واتبعهم بالترتيب اتمنى شوفكم ان شاء الله الفيديو القادم السلام عليكم ومحمة الله اشتركوا في القناة